الورشة الواقعة بمدينة الكيف حولها صاحبها إلى ورشة لصنع الكمامات والأقنع الواقية لتوزيعها مجاناً على المؤسسات الصحية وأعوان الأمن وعملات النظافة إيماناً بأهمية معاددة المجهودات الرامية إلى التوقي من فيروس كورونا نخدم في اللي بافيت نخدم في اللي ماسك نشكر العمل اللي معين الكل اللي رغم الحجر وجوه وخدمه وبرك الله فيه خدمنا طوما يقارب على أربع آلاف بافيت وخدمنا ما يقارب أربع آلاف ماسك كل فرقناها مجاناً لسبيتارات الكيف للأمن عدد من أساديثة التربية التكنولوجية بولاية الكيف انخرطوا بدورهم في المجهود الجهوي لمجابهة فيروس كورونا من خلال صنع الأقنع الواقية وتوزيعها على مستشفيات الجهاء من جهة أخرى عملت عديد المنظمات ومكونات المجتمع المدني على تكريم الإطار الطبي وشبه الطبي بمستشفى الكاف والوحدات الأمنية والعسكرية تثميناً لما تقوم به هذه الأطراف من مجهودات في هذه الفترة حبيت نشكركم ونشكر هذه المبادرة وحبيت نشكر بالحق مفاش أكبير عملتوا هنا وعملوا هنا الخيان الأمنيين والنقابيين والكل فرحتونا برشة هزيتونا مرانة نحن مستحقين وفي حاجة الحاجات مزيانة كيف هيك وأحنا بقدرة الله بقدرة الله رانا في الصف الأول ورانا بإذن الله ساميه العليم رانا بش نعملوا اللو مكسيموم بش نحميه هالشعب هاذ نطلبوها من منساة ومن الجماعة خلونا نخدموا مرتحين وشدوا ديارهم بركة نحن رانا موجودين أتو ماما قسم التوليد قاعد يخدموا قسينا حتى نهار وتعملوا عديد المنظمات والجمعيات ومكونات المجتمع المدني بالجهة على حشد الجهود في التأثير والتعقيم والإحاطة بالفئات الاجتماعية الهشة